اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وعشرين الى مية وثلاثين جرام اليوم سبايا رح نشتغل تكنيك البنطلون بتكنيك صدقا ما رح تلاقوا لا بالعربي ولا بالاجنبي نهائيا على اليوتيوب لان انا الي زمان عم بعمل بحث انه اوصل لناس عاملينه بالطريقة يلي منشتغل فيها بنطلونات التريكو ما لقيت ولذلك ان شاء الله رح نشتغله مع بعض بالطريقة الصحيحة كل البنطلونات الموجودة على اليوتيوب برد بقول لكم عربي واجنبي عب يعتمدوا انهم يعملوا الكامر بالبداية ثم بعدين الغرزة ايا كانت عمود او نص عمود او حشو اللي بيتكن ياه وبعدها بيقسموا المسافة بالنص وبيشتغلوا دوران لكل الساق وهي الطريقة بيكون فيها غلط بالنسبة لقصة البنطلون البنطلون لازم لما بنقصه بصوصوا بايقه الحردة دي يلي نحنا بنعملها سواء بالتريكو او بالخياطة حردة البنطلون دي منا موجودة غير على كشكو البسمة يعني هاي لما بنحط البنطلون ومنشوف الكيرفيدا باي بنطلون مقصوص بشكل خياطة رح ان شاء الله هنتعلمه باذن الله فيه كما بس شغلة تانية سبايا انه انا بعد ما خلصت البنطلون انا كنت هون رح تلاقوا هلأ ببداية الفيديو انه عملت معاكم فتحات اصناء شغل الكامير مشان تركيب البنط فيما بعد لقيت انه البنط بامكانه يعدي من اي مكان لانه فيه سهولة فما تعقدوا حالكم مع الفتحات اللي انا اشتغلتها بالفيديو بامكانكم تشتغلوا الكاميرا عادي بدون ما تعزبوا حالكم بالارقام بالنسبة لال بس انت تشوفوا الطريقة يعني التكنيك اللي انا عملته بس بامكانكم عادي البنط ده بعدين بيدخل بشكل عادي من بين الغرزات بدون ما تتعزب هلأ انا عملت هيك تلويني شوفوا صدايا وعلى رجل واحدة بتبقى مثل الرياضيين يعني مش عا رجلتين بيعطي هيك كنتراست حلو كتير كتير وبيطفي شوي اللون ولذلك عملت منه هاي السويرة من تحت على الرجل اليمين واخدت منها البنط بس قبل ما نبتدي تفاصيل الفيديو صبايا حبيت الفتنزهركوا انه في كان اخت من السعودية كتير طلبك انه نشتغل بانطالون للكبار وانا كنت عاملة شورت وقلت له انه يعني استخدمي تكنيك الشورت بعمل البانطالون التكنيك اللي رح نشتغل فيه الان صبايا هو تكنيك البانطالونات لكل الاعمار لكل الاعمار فعلا يعني مو بس للاطفال للكبار اللي رح تفريق انه نحنا بالنسبة للزغار لسه ما بيكون فيه لهم يعني ورق او هانش او كذا فما بيختلف لذلك بناخد نحنا دوران البطل انما بالنسبة للكبار صبايا يعني للستاك او للبنات لما بنا نبتدي بالبانطالون بنا ناخد اكبر دوران هو دوران الهانش ليه بعد ما منشغل على دوران الهانش تبقى بالنهاية فينا نعمل هذا الكامير اللي منلم فيه العرض او منحط فيه البند نحنا احرار اذا ما منبتدي بمعاسي الخصر منبتدي بمعاسي الهانش بالنسبة للبانطالون تكنيك التزايد من هون نفسه تماما بتعملو للكبار صبايا هاي مثلا بس هون عنا البانطالون وين بدأت تبتدي التزايد بالنسبة للكبار نحنا بناخد مقاسي الحجر وعلى ارتفاع هون تقريبا 8 سنطي بالنسبة للكباري نحنا عادتا لما بكون عنا بانطالونا ففي عنا سوستا مقدار السوستا صبايا وين عادت انت تركب السوستا بتلاقوه شوفه بانطالونات الجنس بتلاقوه مثلا من فوق لغاية المسافة دي مكان السوستا ده ما فيه تزايد من بعد السوستا مباشرة ننطقة بعد السوستا بتبتدوا بالتزايد اللي رح انا اشتغل فيه تكنيك البانطالون ده بالزات ومنكمل حسب السطور اللي نحنا عنا بالنسبة لطول الحجر يعني عدد سطور التزايد تقريبا بيكون تلت المسافة اللي بدنا ناخدها لارتفاع حجر البانطالون اذا البانطالون ده سبايا للبيبهات ولكل المقاسات خدوا بس الطريقة بالمقاسات وتكنيك الشغل وفيكن تعملوا بعد فيها البانطالون لأي مقاس ان شاء الله بعد ما بتسلوا عن النبي تسلوا عن النبي اللهم سلع لسيدنا محمد نزلوا على زر الاشتراك اشتركوا بالقناة فعلوا زر الجرس الرمادي لا تنسونا من لايك للفيديو حطوا لايك قبل ما تشوفوا لانكم متعودين انه انا فيديوهاتي حلوة مميزة طيب سبايا طبعا تركوا لي وردة كمان بالتعليق اذا لكم اي استفسار عنا جروب كشكول بسمة وعنا صفحة كشكول بسمة مش رح طول عليكم اكتر من هيك على بركة اللي عنا ابتدي يلا بينا طبعا سبايا المشروع من الاساس انا قلت لكم انه احنا اشتغلنا على خيط كارما بيبي هو زي الاليس بيبي سكريم تماما نفس الخامة تقريبا ونفس تخانة الخيط انا بدي اشتغل على قبرة دي دائما بتشوفوها بلاقيه سلسل اكتر من الالبنيوم هي تقريبا تلاتة ونص بتعادة تلاتة ونص الالبنيوم انا هلا عندي شلي سبايا هي اللي باقيه يا رب ان شاء الله بتكفينا وبنطلعهم البيبي اساسا ما بياخد كتير اللي بدنا نشتغل عليه سبايا هو دوران الوسط دوران الوسط ده بمقاسات العالمية للاطفال تقريبا اتنين وخمسين او تلاتة وخمسين سنتي نحنا رح نشيل منه تقريبا اتنين سنتي لان بتعارفوا انه الكروشيب الزات بيرخي يعني بياخده بيعطي وهي يريح مننا بسرعة ولزالك مناخده اقل من المحيط او دوران البطن يعني دوران الجسم باتنين سنتيمتر تقريبا رح نبتدي بعدة البداية السبايا بسم الله الرحمن رحيم ونشتغل عشر سلاسل وعرض الكاميرا ممكن ما عدتكم بتكون يا اقل بتكون يا اكتر وراحتكم واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمام تسعة ادي عشر ادي عشر سلاسل للكاميرا رح ارتفع سلسلة ونشتغل حشو في كل سلسلة ليش انا ما اخدت سلسلة دوران لا صبايا بدنا نشتغل بطريقة الكاميرا العرضي لانه مشان يكون مريح مشان يبقى زي الاستك يبقى مريح للماميات وهنا بيلبسوا البابي بيعتبار البابي بيبقى عنده بامبرز فهيك بيبقى مريح باللبس تمام اه وانا عملنا شي غير انو اشتغلنا حشو في كل سلسلة طبعا انا بقل لكم خياتي رفيع لانتو لا تلتزموا بالاعداد سلسلة ارتفاع ورح نقلب الشغل طب كيف نشتغل ما بدي اشتغل صبايا غرست حشو عادية لا بدنا نشتغل بطريقة الكاميرا يعني بدنا نشتغل على الباكلوب باكلوب يعني على الحلقة الخلفية الغرزة اهي معانا هاي الفي عندي حرف امامي او فرونتلوب وعندي حرف خلفي دا رح ااخد الحرف الخلفي فقط وارجع اشتغل عليه غرزة حشو اللي بيحب صبايا يشتغل دوران يعني سلسلة خمسين سنتين مباشرة ويقفل بمنزلقة ويشتغل اول سطر عمود وبعدين عمود امامي وعمود خلفي هاي كمان اقتراح تاني للأستيك تمام يعني منكم متزمين بنفس الطريقة قدوا غرزكم صبايا مشان المبتدئات كتير احيانا بجربات لغرشبنا يسألونا انه ليش انا هون ابتديت بهالعرض وانتهيت اقل دائما انتبهوا لغرزة البداية وغرزة النهاية لحتى تتضبط معكم الحواق وغرزاتكم ما تختلف فالأنا رح كرر هاد عدة مرات بس في شغلي بدي اشتغلها معكم يلي هي كل حوالي خمس سطور سبايا رح اعمل فتحة او عروة مشان نمرر منها الباند فيما بعد يلي بدنا نشد في الخسر أنا بس لحتى كمل شي 3-4 سطور وارجع انجزت كمسة سبايا الآن بدي حدد المكان اللي بدي اعمل في الفتحة او العروة اللي مشان نمرر منها الباند لو ما بديك او انت بديك تعملي بيت مطط يعني بعد ما تخلصي تطوي كده وتحط مطط او استك معنى تمضط لخطوة اللي انا بدي اعمل انا بدي دائما اختار لكم ابسط الاشياء اللي يعني تنفذوا فيها شغلات البيبي حتى لو كانوا الماميات مبتدئات وبدون يفرحوا وقلبون انه نشتغلو من ايدون احنا عنا هون عشرة سبايا انا ما بدي اشتغل بالنص لان اذا اجا الباند بالنص وشديت وانا شو اللي بيفيدني انه اتخلص من المسافة دي كل اللي انا لازمتني لذلك بدي يساوي اقرب ما يكون للحرف رح اشتغل واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة ستة اكتر من النص صبايا هلأ باخد سلسلة مكان السبعة ورح عدي الحشو لمقابل الى بس دا رقم سبعة يعتبر وروح على رقم تماني واشتغل حشو ادخل على تسعة رقم عشرة حبيتوا تاخدوا من اللوغ الخلفي صبايا حبيتوا تاخدوا حشو عادي بيكون احسن انو ننهي بغرزة حشو عادي هذا بيخلينا نعطي حافة اقوى هيك انهينا العشرة بس شو بدنا نعمل باللي اشتغل نها دلوقتي بالصباق هذه سلسلة واحد اثنين خليكم معي سبايا لانو رح تكرروا ورا كالعرو ثلاثة هاي العرو معانا الان نحن حطينا مكانة غرزة خلوا بالكون يعني حتى ما تنسوا وتروحوا شاغلين وناسين دي ما بدنا نعمل الان سلسلة بدنا نرجع لا الغرزة دي اللي نحن عملناها سلسلة ونرجعها اهو صبايا غرزة لا تنسوها ونرجع نكمل بعدين حشو عادي على الباكلوب اخر غرزة اللي نعمل وعادي بيبقى الحافة فيها اقوى اذا هادا التكرار بننكرر بننضل عم نشتغل صبايا شايفين العرو اللي احنا اخدناها الصغ النون دي يلي دوبك بايني كل حوالي خمس سطور ورجعوا وكرروا مرة تانية لحتى يكون عندكم عدد ثقوب مناسب على دائر الكامير يكفينا انه ندخل فيه البند انا رح تكمل حتى نوصل للدوار عن المط وبنرجع توسي بايش بصوا انا اكملت السطور حتى وصلت للمحيط اللي انا بدية طبعا احنا هلا بعد ما نطوي على اثنين من ايز انا تقريبا عملت اهو حوالي 24 سنتيمتر سوائل يعني اضافون رح يكون اقل من الخمسين بشوي لان انا شغالة على محيط خمسين ومنا ناخد اقل شوي لان بدنا نحسب حساب انه بيرخي على الشغل برجع ويقول لكم لا تلتزم نهائيا بالدوران اللي انا عملت وانا عملت على المقاييس العالمية الصبايا اذا البيبي قدام كون يفضل انكم تقيس والمحيط عليه دائما نخلو الاياس حي ومباشر ولكن بحال عدم توفره بإمكان نعتمد على هذه الجداول وبتعرفوا كما انه حتى الجدوال في اطفال بيبقوا انحف من العادي وفي اطفال بيبقوا اكثر بداني من العادي ولذلك الافضل انه انقيس محيط خسر الطفل ماقدر نعم نعم على هذا المقاس وانا بهمني بهذا الموضوع مش الاياس صبايا بهمني تكنيك الشغل الان انتهينا طوينا انا مكان الفتاحات صبايا كنت عم حط علامات هاي اخر علامة انا حاط الطهون كانت بالاول وهاي اخر علامة من هون لحتى اعرف انه لما بدون يجو الطرفين مع بعض تكون انتبهوا انتو عم تشتغلوا صبايا انكم لما تجو تختموا الخيط خلي انتهي معا كون مش فوق بالسطر اللي في العلامات بالسطر اللي تحت اللي هو بعيد يعني انا العلامة بصوا اخذت على اخر ثلاث غرزات لو انا قفلت من تحت لهون معناها بدو يصير شغلي على هذا الحرف يكون شغلي غلط الحرف ده بد يكون من فوق ولذلك انا رح اشتغل كده حتى يكون عندي الداير بدي يشتغل فيه من تحت ان شاء الله كون وضحت الفكرة رح ادخل الآن بالسلسلة المقابلة اسحب الحلقة المحررة دي بسم الله الرحمن رحيم واحض سلسلة ثبت فيها وارجع ابتدي حبيت وبقى ونطلع من الحلقة لالابريل وانتو بتكون ثبتوا بمنزلقة عاوزين بحشو اوكي ادي غرزة وادلو قدامها تماما صبايا اهي ونطلع من الحلقة لالابريل كمان اهو سهل كتير كل حلقة مع الحلقة المقابلة لها تماما بسم الله وادي الحلقة الاخيرة من هنا ناخدها على فتلتين ووحدة صبايا وهي اللي اداما هيك نقوم اشهدوا ان لا اله الا الله اشهدوا ان محمد الرسول الله يا مرحبا بذكر الله طيب صبايا مع نهاية انا عم بيقدن معلش هستنى يخلص الادان ونرجع ان شاء الله 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 اكبر الله اكبر اشهدوا ان لا اله الا الله واشهدوا انه محمد الرسول الله طيب صبايا انهينا الان الافل وبدنا الان نشتغل النا على الداير بدنا نبتدي دلوقتي نشكل جسم البنطلون رح ارتفع السلسلة الان احنا شغالين على دور المقلوب اهو لانه ده الخياطة ورح نقلب الشغل كده صار قدامنا الوش هيك اخد معنا باية الخيط للتنضي بالصبا السبا اول سطر انا بدي اشتغله حشو البعض بيشتغله مباشرة عمود بيراحتكم المهم انا الاول ما ارتفعت رح ادخل واشتغل غرزة حشو الان وين بدنا نشتغل الحشو كل خط بارز ده يبقى سطر وكل خط عميق عميق ده يبقى سطر نحنا رح نشتغل حشو في كل سطر يعني مره على الخط البارز اه عادي حشو ومره على العميق ونشتغل حشو برضو على البارز الحمد لله الذي اعاد الاقامة اقامة الصلوات في المساجد يا ربي را تحرمنا ياها يا الله اوكي اذا سبقى يشوفوا مع اسهلة اهي حشو على البارز حشو على العميق هيك حتى ما فوت ولا ستر ابدا شغلة تكرار صبايا رح انهي الستر وارجع لكم وصلت لنهاية الراوند صبايا اخر حشو اهو واول حشو طلعنا فيه ورح نقفل بمنزلقة هلا انا عديت الحشو صبايا وانا عم بشتغل طلي عندي 98 حشو ما له علاقة ابدا العدد صبايا وكنت قولوا انه لازم يكون عندي 98 حشو انا خيطي رفيع كتير خيطي رفيع وقبرتي صغيرة اذا انتو شغالين بابرة رقم اربعة مؤكد مؤكد رح يطلع عندكم المقاس نفسه بس عدد الحشو او الاعمق رح يكون اقل اذا نلتزموا انتو بالصنط ابدا لا تلتزموا بعداد الغرزات الان بدنا نبتدي نرتفع ونشتغل عمود يعني كل السطور انا القادمة بدي ساوية عمود حبيتوا انتو تساووا حشو انا ما بنصحكم طبعا بالحشو هياخد معاكم وقت وصعب عليكم صبايا بيبقى خشن عالطفل اذا بدكم تشتغلوا بنص عمود بس انا بدي اشتغل عمود ما اقتلك خيطي رفيع هو رح يعطيني ارتفاع نصف عمود انا ارتفعت سلسلتين وابدي اعتبرهم عمود انا دائما بحب اخفي سلاسل الارتفاع صبايا لذلك بنفس المكان رح اشتغل العمود وبرتفع سلسلتين مش ثلاثة لانه انا اساسا ما رح اقفل في السلاسل ورح نشتغل الان بكل حشو عمود بلفي لا في زيادة ولا في نقصان ولا في تغير بالشغل رح نشتغل دوران اهو صبايا عمود بكل حشو انا حبيت بس هذا سطر الحشو قبل سطر العمود بيزبط لي العلاقة ما بين سطر العمود وحافة الكمر بحيس ما يعطي فراخات معي دائما منحاول يكون شغلنا هيك حلو ونضيف واحتراف بالطريقة دي شايفين سبايا لو انا شغالي مباشرة عمود الهون رح يبقى عندي فيه فصل اذا الان رح كمل سطر العمود بيلفي بكل الحشو لما اجي خلص الراون رح نختم ان شاء الله السطر مع بعض ونرجع نشوف بعدين شو بنشتري انهيت الراون سبايا وصلت لاخر السطر خلوكم معي قلت لكم انه انا عندي سلسلتين الارتفاع دول مش عمود لذلك انا ما بثبت فيهم ولا بتاني سلسلة بروح على اول عمود انا اشتغلته بدخول وبقفل بمون ذلك هيك عندي سلسلة الارتفاع بتختفي صبايا بين السطور وما بيبان برجع مرة تاني بارتفع سلسلتين وبنفس المكان برجع بشتغل العمود خلاص رح انكرر صبايا هلا ما في عنا شي جديد بتقفل بنفس الطريقة وبترتفع بنفس الطريقة رح اشتغل انا لغاية تقريبا صبايا ما يكون عندي حوالي 16 سنتيمتر بعدها رح يكون ان شاء الله شأن اخر انتظروني رجعت لكم صبايا بسم الله الرحمن الرحيم هلا نحنا بدنا نساوي من هون اللي بيتسمى الحجر صبايا بالنسبة للعمر اللي نحنا من نساوي من 0 ل3 شهور لنا وبعدين لنا على الاستعمال ده بيروح 6 شهور لازمنا انه يكون في عنا ارتفاع ما بين 18 الى 20 سنتيمتر ليه بين 18 و عشرين هذا بيختلف بقى حسب وزن الطفل صبايا لما بيكون الطفل نحيف خلوكم بين 18 19 لما بيكون وزنه كويس وصلوا للعشرين طيب انا ما عملت كل عشرين بصوا انا عملت تقريبا لغاية 15 سنتيم طيب والاربع سنتيم اللي بعد اللي انا بدي كميل فيهن ان شاء الله على 19 الاربع سنتيم دول صبايا لنا فيهن تصريفة تامية بصراحة انا كل الفيديوهات اللي على اليوتيوب عربي واجنبي لما شفتهم عامين البنطلون عامين البنطلون انو بيوصلوا للمساحة اللي بدون يها صبايا او الارتفاع اللي بدون بروحوا قسمين الرجلتين كل الواحدة لوحدة بتنشغل دوران وبصراحة هاد ما بيعطينا حجر مريح لا للكبار ولا لصغار واللي بيقلك بيبي لأ البيبي لسه اول انو يكون عنده حجر كبير لانو بتعرفوا انو البيبي في بامبرز فده بتحتاج المامي انو تكون البيبي مرتاح اكتر ومريحة هي كمان بالتلويس لذلك راح نتصرف في الاربع السطور دول تصريفة تانية تعطينا توسي على الحجر انا بدي اشتغله تقريبا بتكنيك التريكو هلا بالتريكو سبايا عادة البنطلون مش بيبقى يعني شغلة مستطيلة نحن بنشتغل لكم لحظة بس هرسم لكم بس السبايا نحن لما بنطوي البنطلون عادة عالطول ما بيطلع معنا الطريقة عبيحكو عليها هو تأسيم انه خلاص بدور وبعمل رجلتين لما بنجي بنعمل البنطلون رح يطلع لنا بهذا الموديل صح هيك بيطلع شكله لانه عامل زي المستطيل والبنطلون بالعادة بيكون فيه عنا حجر يعني لما بنوصل لهون بتطلع الحردة دي اهي تمام وبترجع بتتناقص وبنرجع البنطلون الحتة دي صبايا بالبنطلون ما حدا عبيعمل هاي اللي هي اللي بتريح باللبس نحنا رح نتصرف ان شاء الله بحيس انه نضيف الحتة دي بأبسط طريقة هلا انا طولت عليكم نحكي صبايا معلش كان مهم انا عامل هون حداشر سطر طبعا غير الكمان وقفلت اهو رح ابتدي امسك كده مكان الغرز اللي انا قفلت فيها وخليها هيك على يميني مثلا ونطو كده تمام انا ليش عاوز اوصل للغرز اللي بالنص هنا تماما رح حط علامة مبدئية ثم ارجع صبايا عد الاعمدة ما رح اكتفي بالعلامة انا عندي هون 98 غرزة عمود اذا دوران تقريبة يمكن 23 على ما اظم تطلع صانتي بالبداية وقت اللي اشتغلنا عليه صبايا المهم ده اطلع عندي انا 98 عمود مو ضرور يطلع مثلي اعمدت لان ممكن اكون خيط ادخن انا خيط رفيع صبايا برجع بدي ارجع عد مرة ثانية 98 دور لازم يتقسم على قسمين 49 هنا 49 بالخلف تماما صبايا تطلع 49 تماما يعني ابدا اللي جاي العلامة بما كان طيب الان علمنا بنرجع مرة ثانية رح نرجع مثل ما كان هيك العلامتين بدون يصوروا مقابل بعض نخلوكم بقى معي صبايا المنطقة دي بدنا نعمل فيها تزايد بالطريقة دي رح ارتفع أنا السلسلتين اللي مهم ماش اول بأول عمود اللي أنا بدي أشتغله بدي أشتغل عمودين واحد ثنين تمام صبايا بس كده ورح ارجع حط العلامة على أول عمود هو بطبيعة الحال بدي أرجع فل هون يعني بدون علامة بيمشي معنا الباقي رح امشي فيه عمود عمود دي غاية ما اصل لما كان العلامة هنا ومنرجع منشوف شو بدا نساوي فيه بأول ما طلعنا عندي العلامة والآن رح اكمل عمود عمود ما رح ااخد بقت رح ارجع لكم لما وصل للعلامة التانية انهيت صبايا القسم وصلت لعندي العلامة أنا العلامة مو حاططة بالعمود هحاططة بالفراغ بين العمودين لحتى ازبط العدد بالزبط ده العمود رقم 49 صبايا اللي هو قبل العلامة ده رح نشتغل فيه عمود واحد اثنين وهي العلامة الان بدي حط علامة بالعمود رقم اثنين اذا هاي عمودين بالعمود 49 هو اخر عمود في القسم ده صبايا خلوكم معي ارجوكم اخر عمود رح اشتغل فيه عمودين برجع بحط العلامة مش بالعمود الاول بالعمود التاني لانه ده لازم لي للسطر القادم رح نشوش منه كمان نعمل فيه طيب الان هذا المنتصف رح نشيل علامة المنتصف حاليا ونشوف طيب العمود الان ده يعتبر العمود الاول في الجزء التاني كمان رح ساوي فيه عمودين واحد اثنين تمام اذا هيك التوسع لحقت الاثنين دول رح للجزء ده والاثنين دول رح للجزء التاني بس العلامة ما بحطة بالعمود التاني صبايا هون هلا بحطة بالعمود الاول يعني بالعمود الملاسق الو اذا اول علامة حطيت بالعمود التاني تاني توسعة حطيت بالعمود الاول لان انا بدي العمودين اللي لزق بعض بصوا اهو هاي اثنين هاي اثنين العلامة حطيت بالعمود اللي لزق بعض من الداخل دول واحد اتنين ورحكمل الان الشغل عادي لحتى اوصل الان طبعا عمود عمود رحكمل لحتى نقفل السطر مع بعض طب سبايا كمان انهيت انا الطرف الثاني وصلت لعند بداية السطر كده كده بدي يقفل طبعا وهي العلامة نفس اللي عملنا هناك سبايا ابتدينا بعمودين معناها بدي انتهي كمان بعمودين اللي بدون يكونوا جنب بعض اخر عمود بالسطر رح اشتغل فيه عمودين وده رح يكون مكرر اربع مرات اللي اشتغلنا دلوقتي شيل العلامة بس سبايا ورح اقفل بمنزلقة في اول عمود انتو بتعرفوا انا سلسلة الارتفاع ما هي عمود عمود هلا انا هون ما انا متطرى حط علامة سبايا ومع ذلك بس رح نبه لكم يعني رح لكم الان رح ارتفع مره تاني وكرر ادي سلسلتين واكرر ما فعلته بالسطر السعبي اول عمود شيلكم من العمود الثاني خلاص اول عمود مره تاني رح اشتغل فيه عمودين واحد اثنين سبايا بتكون تكرر والموضوع ده تلت سطور يعني عملنا سطر والان رح نعمل سطر ولسه سطرين انا عندي على اربع سطور انتو ممكن يلزمكن خمسة حسب معازكم لاحظوا كمان العمودين اللي انهيناهم بالاخير خلاص تحولوا لعمود عادي ما عادوا لبكة بالنسبة لنا ابدا لانه لما بدي ايجي يكمل عند اخر عمود ده ممكن الاضاءة تكون اهو عند اخر عمود سبايا ده رح انهي بعمودين رح يكونوا عمودين هنا يعني عمودين يمين وعمودين باليسار واقفل بمنزلقة واضحة سبايا اذا هون حتى العلامة ما كتير رح تفرق معي لانه عند اخر عمود قبل ما اقفل انا بعمل عمودين الان بدي اكمل السطر عمود عمود عادي يعني هلأ خلاص بس العمود بأول عمود مش العمودين يا عمري ها اموراتي بتكملوا رح تكمل لحتى اصل للعلامة اللي كلي احنا حطينا هون للعمودين اللي لزق بعض بس اصل للعلامة برجع لكم انهيت جزء سبايا وصلت للعلامات يلي جنب بعضه رح نزيل اول علامة وبدنا نخليها لازمت لنا مكان العلامة ده بالعمود رح اشتغل كمان عمودين واحد اثنين ورح رجع لعلامة مرة تانية سبايا مش على اول عمود على تاني عمود يعني اللي بيكون داخل اللي ماشي معي مع خط الوسط كمان العلامة اللي جنبها ورح اشتغل كمان عمودين واحد اثنين وين بدي حط العلامة سبايا مش بالتاني بالاول يعني العلامات بيكونوا لزق بعضهم بيكون تاني عمود من اول تزايد واول عمود من تاني تزايد وضحة سبايا حتى ما نرجع نكرر ونطول الفيديو نفس الكلام ده رح نكرره لنا مرتين كمان او تلت مرات كمان اذا ما اسكن اكبر بتضلوا كمان ترجعوا لهون سبايا اهو اخر عمود ونشتغل في عمودين منقفل بمنزل اقاب باول عمود ومنرجع ونطلع بعمودين منكرر اللي عملنا كمان سبايا مرتين كمان انا رح انهي التكرار وارجع لكم انهيت التزايد السبايا على اربع سطور لو انتو لسه محتاجين سطر اضافي ضيفو انا صار عندي هلا قلت الله هو اكبر صار عندي الهون شوفو 19 سنتي وده اللي انا بدي اكتفي فيه لو بدكن تكملوا للعشرين سنتي اللي هو غالبا بيبقى حجرت تخط عشرين سنتي هلا كانوا امهاتنا اول ما كانوا يسو بالسنتي كانوا بالشبر فياخدوا الشبر من راس الكمر سبايا لعند الحجر يسموه شبر هذا تقريبا بيطلع عشرين سنتي انا بدي اكتفي في 19 لانه بالاساس انا عاملي مقاس صغناء انا بس بدي الفت نظركن قبل ما نستنى يخلص الادان سبايا لشغلي انه بالنسبة لبنطلونات البيبي او الاطفال حديثي الولادة بيبقى عنا طول الحجر قد طول الرجل لانه رجل البيبي بتبقى اول شي صغيره سانا الطفل ما بيبقاش فارد رجله فبتلاقي دائما نعليقش منعول منعول انه يتغطى بطنه وظهره ولازم البنطلون يوصل تقريبا لتحت ابطن حتى نضمن انه دفيان وانه مضبوب لذلك دائما بيبقى القسم من تحت تقريبا قد القسم من فوق يعني اذا اشتغلناها هلأ من فوق 19 سنتي فمن تحت كمان رح نشتغلها تقريبا بهالمقاس صبايا وهلأ بصوا بقى الصبايا لما انا بدي اطوي هيك عالطرف بصوا بقى عالبنطلون الكيرفي او القصة اللي احنا بنشوفها القصة النظامية بالنسبة للبنطلونات ما عاد نازلي بشكل مستطيل وانما طالعنا له هالحردة هي حردة الحجر الان بدنا ندخل بقى على فصل الرجلين وبدنا نرجع نتخلص من هالزيادة رح نشوف كيف رح نعملها بالتفصيل طيب صبايا العلامات هلأ نحنا هننها دول مش هيك رح يكونوا بالطرف هلأ بدنا نعدل بقى والعلامات دي او الزيادات بده تكون بالمنتصف لما احنو هيك شكل الحجر صبايا اهو دول بالمنتصف هلأ بدنا نفصل ساق يمين والساق الشمال هلأ هون هادا يمين يصدق هاي ساق يمين والساق الشمال ونحنا انا هون ليش ماني مضطرة للعلامة لانه هو بالاساس صبايا افل سطر فبايا بالنسبة لي الان الاربع مرات اللي نحنا عملناهم تزايد بدنا نرجع نعملهم تناقص على اربع مرات توكلنا على الله صبايا خلوكم معي لان هلأ كمان بدنا نفصل الرجل لاحظوا انا هاي الارتفاع عندي هاي اتنين اخر تزايد دول رح لحالهم مفصولين اهو صبايا دول لساق اللي مع اليمين واتنين دول لساق اللي على الشمال رح نبتدي باول اتنين رح ارتفع انا بالاس سلسلتين ارتفاع مهماش اول عمود وبدي ابتدي باول تناقص العمودين دول بدي اعملهم العمود واحد ازاي رح ادخل باول عمود صبايا اهو واطلع من حلقتين واتركهم على الابرق ولف ادخل على العمود الثاني اطلع واطلع من حلقتين هلأ منلف ومنطلع من الثلاث حلقات مع بعض لحتى نحنا نتأكد انه هون صاروا عمود واحد تحطوا علامة المبتدي اتحط علامة صبايا الان بدنا نخلص بس ارجع لهم بدي افصل كم لح نشتغل هلأ صبايا فقط لعند العلامة اللي في الوسط ما رح نكمل دوران اذا انا رح اشتغل بس السطر لانه عمود ما في اي اشياء صبايا رح اكمل هيك لحتى اوصل لعند العلامة برجع لكم هاي العلامة صبايا وهي عمودين قبله مش عمود عمودين قبل العلامة في الوسط لان عندي تناقص التناقص رح يكون باول السطر هون وهلا نحنا بدنا نقفل للرجل وباخر السطر هو المنتصف يعني خلص النص ده هنسيبه صبايا رح نشتغل على ساق واحدة ادي العلامة اهي في الوسط انا حاط الطبيعين الاعمدة حتى ما نتخبط فيها وندخل على اخر عمودين ونعمل تناقص رح نلف ونطلع من الحلقتين ونطلع الحلقة على الابري ونلف برضه وندخل على العمود اللي بعده صار عندي ثلاث حلقات على الابري صبايا بلفه بطلع منه هيك بكون عمل تناقص بجيب علامتي وبحطه بهذا العمود اللي نجم او نتج عن التناقص صار عندي عمود واحد وين بدي روح الان بالصبا صبايا خلاص هنروح بقى للعلامة هنا بدي افصل للرجل لانه رح شيء بسم الله رحمن رح الان نحن برحلة العودة الاربع اللي زودنا هون رح نتخلص منهم وكمان رح نضيف تناقص ثاني كمان صبايا بعدين رح نحكي عليه المهم هاي هي العمودين صبايا اهو رح ادخل وقفل بمنزة اللي قال خلاص افلنا الرجل رح نرتفع مرة تانية هدي سلسلتين العمود اللي انا دخلت فيه هلا بدي كمان اعمله تناقص مع اللي بعده رح ادخل بنفس العمود اطلع من حلقتين اهو ولف اجي عمود العمود اللي جنبه هاي نتيجة التناقص ثاني صاروا عمود واحد صبايا هاي العمود اللي جنبه رح ادخل واخده كمان معه وطلع من حلقتين بيبقى عندي ثلاث حلقات على الابري بطلع منهم ثاني هايك بيكون صار عندي اهو تناقص حبت علامة الان لما بدنا نجي نقف البون زريقة الان رح اكمل السطر عادي لا تنسوا انه خلاص فصلنا الساء صبايا وعم نشتغل على قسم واحد للرجل انا رح لف وارجع بس نوصل لاخر السطر برجع هاي العلمة من الطرف الثاني وهي عندي عمودين واحد والعمود الثاني اللي نجم عن التناقص رح ناخدهم مع بعض واحد وندخل على العمود الاخير مع بعض اهو نطلع من الثلاث حلقات نروح بعدين على بداية السطر يلي احنا بدقنا في العمود ده صبايا اللي هو فيه تناقص رح ندخل ونقفل بمنزلقة مرة تاني بارتفع كمان سلسلتين وكمان عندي تناقص انا اتزايدت على اربع مرات مبدئيا رح اتناقص على اربع مرات بس انا رح اتناقص اكثر بعدين رح نحكي فيها رح ادخل على نفس المكان صبايا ادي اول عمود اليوم معنش الجمعة بقى هاي خطبة الجمعة اللي يديمها علينا يا رب وهي العمود اللي بعده صبايا تمام اخدناهم مع بعض حطينا علامة السطر ورح نكمل بنفس الطريقة لما منوصل لاخر الدوران صبايا بيبقى في عندي هاي عمود التناقص وهي عمود قلبه وناخدهم مع بعضون منرد منرتفع ومنكرر رح نكرر الموضوع ده لغاية ما يصير عنا اربع سطوط انهيت انا الاربع سطوط صبايا اهو تخلص من الزيادة يالي نحنا زودناه شوفوا بقى كيف صار شكل البنطلون احلى كيف اخد هون التوسع عند الورك يعني عند هون دوران ورك الطفول وهي الزيادة هون عملتلي هالكيرفي هاي اللي نحنا لازمت لنا الان لو انا عندي الدوران او البنطلون او المقاسي كبير صبايا ومحتاجين تناقص بترجعوا هلا بعد هذا السطر كل سطرين هون هلا ما رح نتناقص انا سطر القادم ما رح نتناقص لان بالاساس مت مقتلكون صبايا انا عندي المقاس وغنن ويا دوبك يعني ولكن لو انتو عاملين او اعرض ونازلين وحاسين انو في زيادة بعد سطرين عملو كمان تناقص كمان بعد سطرين عملو تناقص وبعدين مشو لنهاية نسمي كم هو هو عامل متلي الكم ليه؟ حقولكم ليه صبايا شوفوا لما نجي نحنا عادة منخيط وهلا نحنا كلنا بالمرحلة الاعدادية صبايا خدنا بترون البنطلون صح؟ لما كنا نجي نعمل بترون البنطلون عادة ونقص هالكيرفي او هالمنحنة هال لما نرجع بنرجوع ما بيرجع الخط على نفس هاي الاستقامة صبايا يعني مثلا انا هون زدت اربعة ولا بتخلص بس من اربعة وبرجع لا عادة تلاقي البنطلون داخل هنا دخول كده ايفا زي منسمي يعني هذا الخط اللي احنا تخلصنا منه بس هون التناقص بيجي لجوه ولذلك نحنا تخلصنا من الاربعة بس لما بنعمل تناقص ممكن نعمل تناقص كمان غرزتين كمان على سطرين انا عم حكيكم صبايا عن تكنيك التريكو هيك بنشتغل الكم او ساء يعني كم البنطلون لما بنشتغله صبايا بنشتغله متى الكمام تماما بنبتدي بالريب من تحت بنبتدي نعمل بعدها تزايد كل ست اسطور بس نوصل لعند الركبة منصير بنعمل تزايد كل اربعة اسطور لما بنوصل لنصف الفخز بنعمل تزايد كل سطرين لانه بتبقى نهاية الفخز مضاعفة فيها العرض او التزايد تمام طيب لنفرض نحن التزايد ده حصل ب 12 غرزة لما بنرجع بعدين بناخده او منحبكه او منختمه او مننقصه هاي كل التعابير ما بنقص 12 كلها سبايا بنقص 8 التماني اللي انا اضافتهم دولي بينضافوا لفوق للحجر انا بس عمقلكم على اشيه تكنيكيه للي بده تحب تشتغل هيك بحرفة وتطلع قطعتها مرتبة اذا انا بعد ما اتخلص من الاربع بامكاني هلا كل سطرين كمان نزل اتنين نزل اتنين وبعد نكمل لتحت فبتعطيني الحردة دي شوفوا عم بيرصوم خط قدامي على السجادة تمام صبايا انا بالنسبة الي ملاقيه انه المقاس مس كتير كبير انا عملته زغنان بس مشان يناسب بوقت التصوير صبايا فلزلك الان رح اشتغل دوران بدون اي تناقص لو اوصل للطول اللي بدية احنا هم فوق قلتلكم عملنا حوالي 19 سنتي رح نعملهم من تحت حوالي 18 سنتي انا رح اكمل دوران الان بدون اي تناقص وفرجيكن البنطلون قبل ما نعمل الريب او الكنار اللي من تحت بس بدي اقول لشغلة صبايا الطفل بهذا العمر بيبقى نموه متطرد يعني متزايد يعني ما معقولة انا اعمل بنطلون لابني الان واتعذب بشغله وموسم الشتاء مثلا بيبقى قليل ايجي على السنتي الجاي لقى البنطلون ده نطل ركبته مثلا لزلك انا الحتة استفيدة من القطع اللي انا تعبت فيها اعمله طول البنطلون الطبيعي وخله زيادة يعني اشتغلوا الريب ده زيادة عن الطول وطوله اياه من تحت السنة اللي بعدها صبايا بتفردوا هذا الريب اللي هو بيكون مقدار فرق الطول وبتستفيدوا من البنطلون انا دائما للاطفال الزغار وقلتلكون بالاطفال بسن النمو بالعادي يعني لغاية سنة 13 لكمام والرجلين واي حاجة بده طول بعمل الريب فيها اضافي شو عليه ما بيخسع اذا الطفل او طول الريب ده طبقتين حلو حتى لما بعد سنة بيطول ما بيطول الولد في غير ايدي ورجلي يعني بدانتو ما بتزيد بقدر الطول بنزل الريب خلاص بكون حصل على الطول هاي بس حبيت نوه الها ضيقت لكم وكترت لكم حكي بس كان لابد انو نحصل على القطاع حلو انا ما بعرف اشتغل حيالا سبايا حبيت بس فرجيكم سبايا انو انا ابتديت بسطر جديد بدون تنقص اهو ارتفعت سلسلتين وبنفس المكان اشتغلت عمود وراح لف كده دوران وهون ما رح اتنقص وانما رح اشتغلوا عمود عادي ومتل ما اشتغلت كل الدورانات رح اقفل بمنزلقة وكمل وراح كمل عدد من نصف طور سبايا لحتى اوصل للطول المطلوب برجع ان شاء الله وبنشتغل الريب يلي هو من تحت ان شاء الله مع بعض سبايا انا وصلت لطول الساء اللي مطلوب قبل ما نبتدي فيه ولو طوينا هيك اه متل ما قلنا هو بيكون نصف طول البنطلون الان رح نشتغل بلسة مع بعض اللي بيحب يشتغل حشو الصبايا اوكي اللي بيحب يساوي معي بلسة انا بفضل العمود الامامي والخلفي طيب الان البعض اذا عريض كتير في منهم بيعملوا تناقص مسلا كل ثلاثة اعمدة او اربع اعمدة بضموا الرابع والخامس مع بعضه فيه طريقة تاني اذا انت كمان ملاقتي عبد انا ما افضل الضم بامكانكم صبايا تغيروا الابري لو ابري مسلا شغالين على اربعة خدوا ثلاثة لوحده هيضم والابلسة لوحده بطبيعة الحال هو بيضم الشغل انا ماني محتاجة ولا لشي من هدول لانه عندي المقاس كويس وابرتي منيحة وما بدي اعمل اي تناقصات صبايا بس رح ارتفع سلسلتين خليكم رح نبتدي مشان المبتدي قاد صبايا هاي عنا اول عمود اهو رح ادخل بالفراغ اللي قابله وادفع العمود للامام واطلع من الفراغ اللي بعده هذا اسمه عمود امام رح نعملو بالتبادل مع العمود الخلفي على فكرة فيكن تعملو كمان عمودين بعمود يعني اتنين امامي واحد خلفي اتنين امامي واحد خلفي براح تكون او اتنين امامي اتنين خلفي كمان بيطلع حلو الصبايا للصبيان يعني بيطلع شوي ملمح وخشين المهم الخلفي رح اهي ليش اسمه خلفي رح رح روح من الخلف او من تحت الشغل الصبايا وطلع من الفتحة عدي من قدام العمود العمود رح يكون ورس النارة رح اطلع على الفراغ اللي بعده ونسحب خيطنا بسم الله يا سلام جاي عباله ينزح لفن نطلع من حلقتين ولفن نطلع من حلقتين ونكرر مرة عمود امامي ومرأ عمود خالفي هيك منكون لمينا الرجل عطيناها مظهر حلو كتير طبعا عدد سطور البلسة متل ما انتو بتكون سوايا بس يكون متوازن مع طول البنطالون بتعملو 3 سنطي بتعملو 5 سنطي اللي بتكون يا رح احضو اتكن سوايا اهو رح نكمل بهاي الطريقة لاخر السطر صرت لاخر السطر سوايا لطلعت معي شغلي مشان اذا طلعت معكون تعرفوا تحلوها انو انا هي اخر عمود امامي بعد عمود خلفي ثم عمود امامي الان لقيت انو صار في عندي عمودين اماميات ورا بعضن هون مو مشكلة غير انو نضب الاثنين دول مع بعض اهو كده بكون هون حصل التناقص انا بس مشان Ми انو بيمكنكن باقي سهل كتير سوايا انو ت الحلم بتطلعوه الان اهو منال حلقتين قبل ما تطلعوا متلبط بطلعوا من الحلقتين سوايا منروح ومنثبت98 وهو امنطلع بمونزلقة حتى ما يزيد عنا عدد الاعمِدي خلاص ارتفعنا الان سلسلتين ورجعنا عل عمود الامامي عمود الامامي عمود امامي عمود خلفي عمود خلفي منكرر السطور اي مشكلة بالكرشي صبايا بامكاننا نحلها ببساطة زاد عنا عمود نقص عنا عمود اللي ازا كانت فيه غرزة يعني عم نشتغل غرزة مميزة مثلا وقطعة كبيرة لأ طبعا ازا كان باول القطعة اي غلط بالاعداد خلينا نفك ولكن نشغالين نحنا على البلسة بتاع البنطلون كده كده نحنا بيمكننا اساسا نتناقص او نتزايد براحتنا اهو صبايا خلصت القصة رح اشتغل انا سطرين تانية وارجع فرجي كل الساق بالاخر انهيت الريب صبايا او البلسة اهو هيصار عن الشكل البنطلون كل شي عملنا بقى الان بهاي الساق صبايا رح ترجعوا تكرروا تماما بالساق التانية تناقص على اربع سطور بعدين بتكملوا حبيتوا يكون كمان في تناقص كل سطرين على مرتين كمان حبيتوا تكملوا عادي وهي اللي بلسة عنا انا عملته هون على خمس سطور حلو مرتب ولملي الكم اهو بتمنى هيك صبايا يكون فيتكون بالتفصيل ببنطلون احترافي وحلو كتير هلأ شو بقي عنا من الطاقم صبايا هاي نحنا عملنا هلأ الجوارب بتاعت البيبي وهي الجاكيت اللي شافوا الجوارب صبايا عبيسألني عن الجاكيت كلهم دول موجودين على القناة صبايا يلي بيشوفها بالقصة او الستوري تبع القناة لحتى يوصل للقناة في كتير ناس بيجوا بيسألونه بالقصة بالقصة ما عندي خيار الرد صبايا ما في خيار الرد لساحبت القناة بالقصة ولذلك اللي بدوس على البروفايل تحت اللي موجود باسفل الستوري او القصة بتاعت القناة رح يدخل على صفحة من فوق البروفايل يدوس عليه بيوصل للقناة بيوصل لفيديوهات القناة اذا هاي صبايا هلأ البنطلون والجاكيت والجوارب فاضل عنا الطائية ان شاء الله الطائية بتكون ياها بنفس الغرزة بإذن الله قريبا من النفذة بس ان شاء الله تحصل على الخيط نفسه صبايا بتمنى اكون فتكون اذا قفتكن لا تنسوا من اللايك للفيديو شير مع اصحابكن حتى نلتقي ان شاء الله في فيديوهات مفبلة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا